شب المناسبة راح اقل لك شغلة وخلي سجلوها علي مسلسل الريفي البطل ما خلاني اجيبي ديكستر تذكر اسمي البطل اسرح يطلع اشوفه لان انا بقناعة نفسي وبدون غرور يمكن ما اخلي مثل يعني مثلا تسرك الامواب منه هو طبعا خاف لانه هو مو منطقته بس المجاملة الزايدة والعلاقات الزايدة وهو اللي يخله هوشك منو؟ يعني واحد يوصل مرحلة يشوف الناس يعني هو أكو تربو الماس إذا أكون ممثلين منيطون البطولة يختار ما يجيب رسلان له هذا يذيني بالمشاهد يقني بالمشاهد يبوقني بالمشاهد أنت بطل بعد التغاوبين بالعبور أنت ليش ما تجيبه حتى يصير العمل مشاهد قوي تعرف شنو أنت اليوم مثلا قالوا هذا عمل مودر يا بشو هذا عمل مودر قالوا ما هذا مودر زين ما يخالب عمل ريفي زين عمل ريفي تشقي شغل الدور ماكو هذا عمل ريفي ولا واحد من ريفي يجيبون واحد يحتي بدوي ما لا علاقة كل ابني ما لا علاقة طبعا أنا أتمنى أتمنى يطلع هذا العمل الريفي الآن يطلع حلو أتمنى ولكن من شفتهم ملابسهم والعرقسين والملافع اللابسين والمسدسات وماذا شلون والهيوات هاي الشكل هذا لا ما لا علاقة التنبتي التنبتي ما لا علاقة التنبتي مني لبس ما تطلع العرقسينة اللي جاي نازل على المسدد ما لا علاقة حتى كأزياء أنا شفت الأزياء والهاي مو ما لا علاقة واكو يعني يعني يوم أنت تقدم مسلسل ريفي شين هوليوذ اسمايل واحد كون السنونا صار صفر السنونا وبعدين أنت حتى لو أنت هاي أدوات ممثل لا ما هما هذول صاروا ممثلين هسا مثل البنات اللي بني ما تطلع ما تقبل تطلع مو حلوة احنا ناس بيئتنا ريفية أنا وأنت وأخواني ماكو اليوم بالغرفة بالديوان ماكو شي اسمها احنا هاي يسمونها مدة المدة تفرش جوه صايرة موديل يعلقونها بالحايط وينكو شي وينكوها هاي عمامي هاي أروح مدات بالقاء وطابوك وامخات قاعدين امخات تتشوات يسموها لولا لولا هاي تتشوات ماكو شي بالحياتة وحاط لك سيف ومادرشلون وحاط لك اكسسوارات وسيف هلمع ما العلاقة هم يخلون بالمضيفة اشياء تاريخية صح يعي يحطون بيها والله صحيح اذا رفنيهم تعبان